الاسرائيليين تجار أعضاء بشر مسروقة هاي جايز اسرائيل صرحت من كام يوم فاتوا تقريبا بعد ما اتحموا مستشفى الشفا صرحوا انهم اصبحوا يمتلكوا أكبر بنك جلدي في العالم ولو ما تعرفش يعني ايه أكبر بنك جلدي في العالم فاسرائيل عملت منشأة صحية عشان تحتفظ بجلود وأعضاء البشر وقدرت انها تحتفظ بأكتر من 170 متر مربع من الجلود البشرية ولو مش عارف الكمية دي قد ايه فاحب اقولك ان الكمية دي امريكا عملت بنك الجلد قبل اسرائيل بأربعين سنة وامريكا عدد سكانها تلتمية وتلاتين مليون شخص بس واسرائيل تسع مليون خطير فانت متخيل ازاي اسرائيل تجيب 170 كم مربع من الجلد وتخزنه في البنك طب ازاي بنك اسرائيل الجلدي بقى هو الاضخم في العالم بتبدأ الحكاية سنة 1900 مكانة اسرائيل بتشجع اليهود على التبرع بالجثة ولكن للأسف اليهود رفضوا ده لانه بيخالف معتقداتهم ودينهم امال الجلد ده كله بقى بيتجاب منين هقولك بكل بساطة الاجابة هي السرقة سرقة جلود الشهداء الفلسطينيين الاسرائيليين تجار اعضاء بشر مسروقة في سنة 2001 في صحف اسمه دونالد بوسترام الصحف ده عمل تحقيق في سنة 2001 واتشف ان اسرائيل بتسرق اعضاء وجلود اجسام الشهداء الفلسطينيين انت متخيل واما بتعمل كده قصد بتسرق الجلود بترجع الاجسام تاني في طوابط مقفولة وبيبقى ممنوع فتحها الا عند الدفن فقط ولو سألتني ممنوع فتحها ليه علشان بيقولوا انه دون مجرمين فلسطينيين ومش شهداء فلسطينيين حتى اسرائيل ذات نفسها عملت فيديو وصائق عن السرقة دي واتلعوا واعترفوا انهم فعلا بيسرقوا كورنيات عين وجلود واعضاء المجرمين الفلسطينيين اللي احنا طبعا بنعتبرهم مقاومة للزلم والاستبداد اللي حصل بعد وعد بيلفور ملا يملك لملا يستحق وقالوا انهم بياخدوا الاعضاء دي عشان يخزنوها في البنك الجلد الخنازير دول ممكن اجرامهم يعمل اكتر من كده وما تستغربش واهم حاجة ما تنساش تشترك في القناة وتدعمني واللي يجي يقول لك عاوزين سلام قول لعب سلام وسلام